بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المرجعية الدينية والمعاصرة متى تخرج الحوزة من كهف التأريخ من البديه أن كل قائد أو زعيم سياسي ينبغي أن يكون ملما بقضايا عصره وأن يكون خبيرا في السياسة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وما إلا ذلك حتى يعرف كيف وإلى أين يقود جماهيره ويحقق الأهداف التي يراها ضرورية لتقدم المجتمع ولا يمكن لأي شخص يعيش في كهوف التأريخ أن يخرج يوما ليقود شعبا مهما كان عالما بالفقه والأدب والدين وهذا ما أدركته الثورة الإسلامية الإيرانية التي تمحورت حول مراجع الدين فقالت أن القيادة لا تكون لمن يفهم بالفقه فقط وإنما يجب أن يكون خبيرا بشؤون عصره أيضا وأطلقت عليه لقب القائد بدل مرجع التقليد وإذا كان قد صدر عن حوزة النجف قادة كبار يلمون بالعلم الديني إلى جانب علوم الحياة المختلفة الضرورية فإن من المؤسف القول لأن برامج الحوزة الدراسية كانت ولا تزال مقتصرة على علوم اللغة والفقه والأصول وما إلا ذلك ولا يوجد فيها دروس حول التاريخ القديم أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ الشيعي فضلا عن التاريخ المعاصر والجغرافية السياسية والاقتصاد والاجتماع وما إلا ذلك من العلوم الضرورية لتنشئة القادة وأتذكر أن الحوزة قبل خمسين عاما كانت تحرم قراءة الصحف واقتناء الراديو أو التلفزيون ولا تعرف شيئا عن متابعة المجلات المتخصصة ولا شك بحدوث تطور كبير لدى بعض طلبة العلوم الدينية بفضل الإنترنت مما يربط الطالب بالحياة ويخرجه من كهف التاريخ ولكن ليس من المؤكد أن جميع الطلبة ولا سيمة في حوزة النجف ينفتحون على العصر ويتابعون الأخبار والأفكار والقضايا والعلوم الضرورية لبناء قائد ناجح والدليل على ذلك ظاهرة الإنعزال السلبي عن قضايا الأمة المختلفة وكأن هؤلاء الطلبة لا يعيشون في القرن الواحد والعشرين ومن هنا فإن من الضروري تطعيم برامج الحوزة الدراسية التقليدية كاللغة والفقه والأصود بمواد في علم السياسة والاقتصاد والمجتمع والجغرافية الإنسانية والتاريخ والإعلام والتربية والتعليم حتى يكون الطالب أو المرجع القادم متفاعلاً مع الحياة وقائداً وزعيماً ناجحاً وبالرغم من أني لا أؤمن بحصر القيادة والزعامة بالمرجعية الدينية أو لا أشترط أن يكون القائد مرجعاً دينياً وذلك من أجل الفصل بين السياسة والرجال الدين إلا أن الواقع وأعني به واقع الشيعة في العراق والعالم يشير إلى إيمان الكثير من الناس بالمرجعية واعتبارها القيادة العليا أو الشرعية والارتباط بها سلباً أو إيجاباً يعني تبعيتهم لها أي أن المرجعية الدينية تحتل موقع القيادة شئناً أم أبيناً وهي يمكن أن تكون معاصرة بكل معنى الكلمة كما يمكن أن تكون تاريخية أي مغلة في قضايا وعلوم وعقلية الكهوف ولا تفهم من قضايا العصر شيئاً وأدنا نماذج كثيرة من هذا القبيل يعني وبالطبع لا تتابع ما جرى وما يجري في الحياة اليوم وحوله وربما حتى لا تتابع ما يجري في النجف نفسها وبالتالي تخيب آمال المكلدين وتحبط تطلعاتهم أو هي تحبط تطلعاتهم تخيب آمال المكلدين وتحبط تطلعاتهم وتعجز عن معالجة أمراضهم ومداوات آلامهم وحل مشاكلهم أعتقد أن من الضروري جداً لأي طالب ألم ديني مرشح ليكون مرجعاً في المستقبل أن يتابع نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون وأن يطلع على العالم عبر الأنترنت وأن يشارك في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك حتى يأخذ ويعطي ويقرأ ويتحدث ويتحاور ويقود من يريد قيادته بشكل أفضل أليس كذلك؟ كم طالب ألم أدنى حتى في الأبحاث المتعلقة بالحياة بالاقتصاد مثلاً هناك فتاوى عجيبة غريبة هي قادمة من أعماق التاريخ ولا تصلح للوقت الحاضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر